من سيحاسب على كل هذه الخسائر في الوقت وفي الاقتصاد وفي ممكن على كل المستويات يعني فكرة حد رحت عليه طيارته ورحت عليه فرصة على فكرة بترول توقف على فكرة مريض معرفش يدخل ياخد فرصته في العلاج في المستشفى كانت الخسائر كبيرة بالفعل على مستوى الدول وعلى مستوى المواطنين كمان خليني بس أوضح نقطة مهمة جدا هل الخسائر دي هي خسائر بسبب العنظمة اللي موجودة ولا بسبب عدم موجود إدارة للأزمة الرقامية داخل هذه المنشآت يعني ده سؤال مهم جدا إدارة الأزمة الرقامية ده تخصص موجود وعلم موجود في مجال تكنولوجيا المعلومات اللي مفروض أكون جاهز بهذا العلم في حالة التوارئ إن أنا شرعي على كلاود كومبيوتينج أو على نظام حوصاب سحابية وأخذه من شركة محددة لو حصل مشكلة مع هذه الشركة هل أنا هتوقف ولا اللي مفروض يكون عندي بديل يمكن ده لمصر وعي ليه قوي وعاملة تكنولوجيات مختلفة في مراكز معلمات مصر فبالتالي أنا عندي البديل في هذا المجال ولكن خلينا أطرح لحدك موضوع مهم جدا إن جودة الخدمة المتفق عليها مع كل هذه الكرينات من خلال مايكروسوفت والشركات التابعة عليها بتقول إن أنا عندي نسبة خطأ نسبة توقف لحد معين نسبة توقف دي لم تتعداها مايكروسوفت هي الساعتين اللي حصل فيها التوقف الحقيقي وقدروا يتححوا مشاكلهم في فترة صغيرة جدا ولكن هي المشكلة ظهرت في الكرينات المختلفة ليه لأن بعض الكرينات زي ما وضحت هم اللي بيديروا عملهم على هذه المنظومة فبالتالي من يديروا عملوا على هذه المنظومة مع حجم مفنيين أو تقنيين بشكل أقل من المطلوب لها لإقدارة هذه الأزمة هي اللي وصلت بعض المطارات توقف 13 ساعة آسف هي اللي وصلت إن المطارات نزلت 21 ألف طيارة كتف الهوى نزلوا في أقرب مطار بدون تواصل معاهم بشكل عشوائي شوية هي اللي وصلت الناس قعدت ساعات كتيرة هي اللي وصلت الخسار اللي حدث كانت فيها في مجال البترول مجال البورصة ومجالات زي الغاز وخلاف ومن الشركات هي عدم وجود إدارة للأزمة راكمري دي كانت المشكلة عند مطلق الخدمة وليس عند الخدمة نفسها ولكن الحالة الوحيدة اللي ممكن الشركة المتسببة في هذا الدرج تتحمل هذه الخدمة تتحمل هذه الخسار في حالة واحدة لو حصل إثبات إن ده كان شيء متعمد وده شيء مش موجود ومالوش أي دلائل على أرض الواقع مالوش دلائل رسمية موجودة ومحصلش إن فيه شبهة واضحة أو موضوع واضح لها الحالة